ايضا فيه صورة مضية تانية صورة حلوة اوي يعني واحد من ذوء القدرات الخاصة النهاردة كان عيد ميلاده شوف بقى النهاردة جبر الخواطر لعب النادي الاهلي والجهاز الفني وهم بيحتفلوا بولد صغير بعيد ميلاده النهاردة شوفوا البهجة والفرحة والسرور زي ما احنا شايفين الصورة دلوقتي قدام حضاراتكم كابتن سيد عبد الحفيز وكابتن سامي ومصان واستقبالهم لولد الصغير واحد من القدرات الخاصة والنهاردة كان عيد ميلاده محمود كهربا وهو بيدينه تشيرت النادي الاهلي وهو بيتكلم معاه ايضا كمان مرسل كولر المدير الفني للنادي الاهلي احمد عبدالقادر برضو كل لعب النادي الاهلي حارسوا النهاردة انهم يقولوا كل سنة وانت طيب يسلموا عليه ازاي يخلوا ولد صغير يعني سعيد ومبسوط معال بلونة الحمرة تعبر عن النادي الاهلي معاه تشيرت النادي الاهلي الكابتن سادة عبدالحفيز بقوله تيجي تدخل معنا القضاء وتحتفل مع اللعبة ده كان بعد نهاية المباراة وحديث من الكابتن سادة عبدالحفيز كلها جوانب انسانية وحاجة جميلة جدا يعني زي بقوله من اجل هذا تلعب كرة القدم ازاي تدخل البهجة والسرور على ولد صغير واحد من دول قدرات الخاصة شايفين مرسل كولر والدكتور خالد المترجم الخاص به وبالنادي الاهلي وهم وقفينه بتكلموا معاه كولر هو حريص كمان ان هو يتصور معاه دي كلها انسانيات جميلة دي كلها مواقف حلوة دي كلها صور مضيئة من مباراة الاهلي واسوان لو عدنا نعدد فيها كتير هنقول صور حلوة جدا دي من ابرز الصور واحلى لقطات النهاردة اللي انا باعتبرها في مباراة الاهلي واسوان هي الصورة دي كبرولي الصورة لو سمحتوا يا شباب وخلولي الكادر وهو في قط اللبس شوفوا لعيب النادي الاهلي وكابتن سالة عبد الحفيز وهو كان حريص من يدخل الولد الصغير جوا في قط اللبس مع اللعيبة كلها ويصور ويحتفل بعيد ميلاده حتى احمد الكندوسي يعني سعيد وداخل في قصة الاجواء دخل خلاص في الاجواء المصرية على طول هي دي الصور الحلوة وهي دي الصور اللي احنا دايما حريصين ان احنا نبروزها ونشوفها ويشوفها كل الاجيال علشان ما نقولش للتعاصب ونقول كرة القدم حلوة هو ده الجانب الانساني والجانب المحترم والجانب اللي احنا دايما حابين يكون منتشر ويكون موجود